بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأستاذ سعد إبراهيم الجريس معلم تربية خاصة في معهد التربية الفكرية غرب الرياض المرحلة الدراسية التأهيلي للصف الثالث تأهيلي لمادة المهارات الرقمية تعليمات الدرس أرجو من الأسرة تهيئة الجو المناسب وإحضار الكتب والأدوات اللازمة والاستعداد للدرس الوحدة الخامسة لمادة المهارات الرقمية درسنا لهذا اليوم هو إثراءات أو مراجعة لدرس البريد الإلكتروني أهداف الدرس أولاً أن يعدد الطالب عناصر الواجهة الرئيسية للبريد الإلكتروني بشكل صحيح ثانياً أن يعدد الطالب خطوات إرسال البريد الإلكتروني بشكل صحيح ثالثاً أن ينشئ الطالب رسالة بريد إلكتروني بشكل صحيح في البداية نقوم بمراجعة تعريف البريد الإلكتروني ما هو المقصود بالبريد الإلكتروني؟ البريد الإلكتروني هو وسيلة لتبادل رسائل رقمية البريد الإلكتروني وسيلة لتبادل رسائل رقمية بواسطة ماذا؟ أحسن تبارك الله فيك بواسطة شبكة الإنترنت بواسطة شبكة الإنترنت إذن يعرف البريد الإلكتروني بأنه وسيلة تواصل أو وسيلة تبادل رسائل رقمية بواسطة شبكة الإنترنت ما هي مميزات استخدام البريد الإلكتروني؟ ما هي مميزات استخدام البريد الإلكتروني؟ أولاً سرعة وصول الرسالة في البريد الإلكتروني تصل الرسالة خلال لحظات خلال لحظات ثانياً لا يوجد وسيط بين المرسل والمستقبل في البريد الإلكتروني لا يوجد وسيط بين المرسل والمستقبل بحيث أن الرسائل الرقمية تصل بشكل مباشر بين المرسل والمستقبل بين المرسل والمستقبل ثالثاً لا يوجد أي تكاليف مادية لإستخدام البريد الإلكتروني لا يوجد أي تكاليف مادية لإستخدام البريد الإلكتروني غالباً تكون خدمة البريدية تقدم بشكل مجاني رابعاً سهولة التواصل مع العالم الخارجي بواسطة البريد الإلكتروني سهولة التواصل مع العالم الخارجي في البريد الإلكتروني إذن مميزات البريد الإلكتروني سرعة وصول الرسالة خلال لحظات لا يوجد وسيط بين المرسل والمستقبل لا يوجد أي تكاليف مادية لإستخدام البريد الإلكتروني سهولة التواصل مع العالم الخارجي مع العالم الخارجي يوجد لدينا هنا عزيز الطالب عنوان للبريد الإلكتروني أو عنوان بريد إلكتروني يحتوي هذا العنوان على اسم صاحب العنوان في هذا المثال اسم صاحب العنوان هو كذلك الرابط علامة اسم الجهة التي تقدم الخدمة البريدية في هذا المثال جهة gmail.com gmail.com أصبح لدينا عنوان البريد بهذا الشكل student at gmail.com gmail.com أنواع البريد الإلكتروني أنواع البريد الإلكتروني يوجد لدينا هنا عزيز الطالب ثلاثة أنواع للبريد الإلكتروني النوع الأول iCloud mail iCloud mail يوجد لدينا صورة لأيقونة هذا البريد البريد الأول iCloud mail البريد الثاني gmail.com أو gmail النوع الثاني gmail كذلك يوجد لدينا أيقونة لهذا البريد النوع الثالث من أنواع البريد وهو outlook outlook كذلك يوجد لدينا أيقونة لهذا البريد إذن أنواع البريد الإلكتروني iCloud mail gmail outlook outlook خطوات إرسال البريد الإلكتروني يوجد لدينا هنا عزيز الطالب الواجهة الرئيسية للبريد الإلكتروني سوف نقوم بالتعرف على خطوات إرسال بريد إلكتروني الخطوة الأولى نقوم بالنقر على أيقونة بريد جديد الخطوة الأولى نقوم بالنقر على أيقونة بريد جديد الخطوة الثانية يظهر لدينا البريد المرسل وهو البريد الشخصي البريد الشخصي الخطوة الثالثة نقوم بكتابة بريد المرسل إليه في هذه الخانة الخطوة الرابعة نقوم بكتابة موضوع للرسالة الخطوة الخامسة نقوم بكتابة محتوى الرسالة في المساحة البيضاء في المساحة البيضاء بعد الانتهاء من تنفيذ هذه الخطوات نقوم بالنقر على هذه الأيقونة وهي أيقونة إرسال كما تشاهد عزيز الطالب قمنا بالتعرف على خطوات إرسال رسالة بواسطة البريد الإلكتروني الخطوة الأولى نقوم بالنقر على أيقونة بريد جديد الخطوة الثانية في هذه الخانة يظهر لدينا بريد المرسل وهو البريد الشخصي الخطوة الثالثة نقوم بكتابة بريد المرسل إليه كذلك موضوع الرسالة ومن ثم محتوى الرسالة ثم نقوم أخيرا بالنقر على أيقونة إرسال لإرسال الرسالة الإلكترونية النشاط الأول أكتب مكونات رسالة البريد الإلكتروني مستخدما صندوق الكلمات في هذا النشاط يوجد لدينا الواجهة الرئيسية للبريد الإلكتروني كذلك يوجد لدينا كلمات سوف نقوم بإعادة توزيعها في هذه الواجهة الكلمات المعطاة لدينا في هذا النشاط هي عنوان الرسالة عنوان المرسل إليه محتوى الرسالة محتوى الرسالة الكلمة الأولى عنوان الرسالة هل تستطيع عزيز الطالب التعرف على خانة عنوان الرسالة أحسن تبارك الله فيك هذه الخانة هي خانة عنوان الرسالة أو موضوع الرسالة موضوع الرسالة العبارة الثانية عنوان المرسل إليه عنوان المرسل إليه هل تستطيع عزيز الطالب التعرف على خانة عنوان المرسل إليه أحسن تبارك الله فيك هذه الخانة تدل على عنوان المرسل إليه العبارة الثالثة في هذا النشاط محتوى الرسالة هل تستطيع عزيز الطالب التعرف على محتوى الرسالة؟ أحسن تبارك الله فيك كما تشاهد عزيز الطالب قمنا بتوزيع هذه الكلمات الثلاث المعطاة لدينا في النشاط على واجهة البريد الإلكتروني نشاط عملي قم بإرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني تحتوي على صورة لعلم المملكة العربية السعودية سوف نقوم الآن عزيز الطالب بإرسال رسالة بواسطة البريد الإلكتروني تحتوي هذه الرسالة على صورة لعلم المملكة العربية السعودية في البداية نقوم بوضع المؤشر على أيقونة البريد الإلكتروني وهي هذه الأيقونة نقوم بالنقر عليها بزر الفارة الأيسر تظهر لدينا الواجهة الرئيسية للبريد الإلكتروني نقوم بالضغط على هذه الأيقونة وهي أيقونة بريد جديد تظهر لدينا الواجهة الرئيسية للبريد الإلكتروني قمنا بإنشاء هذا البريد خصيصا لشرح هذا الدرس سوف يتم إغلاق هذا العنوان الإلكتروني بعد الانتهاء من تقديم الدرس نقوم بالنقر على إيقونة إدراج ثم نقوم بالنقر على إيقونة ملفات قمنا بحفظ صورة علم المملكة العربية السعودية مسبقا في سطح المكتب ثم نقوم بكتابة عنوان المرسل إليه وموضوع الرسالة وهو عالم المملكة العربية السعودية كما تشاهد عزيز الطالب قمنا بكتابة عنوان عالم المملكة العربية السعودية قمنا بكتابة عنوان الرسالة في البريد الإلكتروني في هذه الخانة نقوم بكتابة عنوان المرسل إليه ثم نقوم بالضغط على إيقونة إرسال بهذه الطريقة قمنا بإرسال رسالة بواسطة البريد الإلكتروني في نهاية هذا الدرس أشكر الطالب وأشكر الأسرة على استماعهم وإيصاتهم أتمنى لهم التوفيق والسداد هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد